الإصابات يعني إصابة محمود متولي في مباراة السوبر للأسف هتبعده فترة مش أقل من شهر إصابة مروانة محسن والنهاردة أجر عملية جرحية هتبعده فترة أيضا حوالي شهر هي الإصابات بقى اللي ممكن تؤرق عمل الجهاز الفني في الفترة اللي جاية ده الشيء الوحيد اللي احنا بنتمنى يا رب بإذن الله إنه يكون بعيد تماما عن صفوف النادي الأهل إن المرحلة مش محتاجة إصابات مش محتاجة غياب عدد كبير من اللعيبة على مرحلة فترة معينة مباراة دي ممكن من يكون مناسب لها المباراة دي أعمل مرونة تكتيكية في تغيير طرق الهر فكل الأمور دي بتسهل عمل الجهاز الفني لكن هو الشيء المهم جدا فكرة الإصابات يا رب بإذن الله تبتعد عن صفو الأهلي خلال الفترة الجاية لإن الأهلي مش مستحمل غياب لعيبة عن المرحلة القادمة طبعا توماس بينكل محاطط الأحمال البدنية يبدأ يحط برنامج بدني للفترة اللي جاية تركوا البداية مختلفة طبيعا أنت بتبدأ أي مسم بيبقى كل خمس ست أيام مباراة لكن أنت بالعكس أنت بدء مضغوط جدا فده بتأكيد كشغل بدني بيحتاج ترتيب وشغل معين من خلال المعيد البدنية ومخطط الأحمال في النادي الأهلي هيتم اجتماع وجلسة بين توماس مع ريني فيلر لتحديد البرنامج البدني والبرنامج الزمني كمان خلال الفترة اللي جاية لدارة الإعلام النهاردة بالنادي الأهلي يمكن أرسلت لكل الزملاء الصحفيين والمصورين المكلفين من قبل مؤسساتهم الصحفية لتخطيط مباريات النادي الأهلي أن آخر معاد لإرسال الخطاب المعتمد لحضور مباراة الأهلي وكانوا سبورت هيكون يوم الخميس عبر إيميل النادي الأهلي النهاردة وضعوا على الموقع الرسمي عشان يتم المخطبة من خلاله وأقصى معادها هيكون الساعة 12 الظهر كحد أقصى للزملاء الصحفيين والمصورين لحضور المباراة والتسهيل تسهيل إجراءات حضورهم في المباراة في استاد السلام إن شاء الله يوم السبت القادم زي ما ألتلكم مروان محسن أجرع ملاجع رحية النهاردة صباح اليوم بعد إصابته بكسر في عظام الوج والفك العلوي خلال مشاركته في مباراة سموحة دكتور خالد محمود قال إصابة مروان هتحتاج فترة ابتعاد عن الملاعب حوالي أربع أسابيع إلى خمس أسابيع ولما يرجع للتدريبات هيرتدي قناع واقع كده على وجهه حرصا على سلامته استعدادا للدخول في المباراة والتدريبات في الفترة اللي جاية طبعا موضوع إصابة مروان محسن فتحت لنا ملف مميم جدا مباراة الأمس كانت فيها كمية أو حجم الخشونة والاحتكاكات في مباراة الأمس كانت كبيرة جدا وصعبة جدا وكانت بتحتم على حكم المباراة أحمد الغندور إن يكون لديه قرارات تسارمة منذ بداية المباراة لإن بداية المباراة بيبقى فيه جس نبض ما بين اللاعبين وطاقم التحكيم لو أنا عايز ألعب مباراة قوية أدخل في كرة خشنة مرة واثنين أشوف رد فعل الحكم كل لعبت الكرة وكل المهتمين بكرة القدم عارفين التفاصيل دي جوه الملعب لو الخبطة قوية والحكم عديها خلاص بيبقى أنا من جوايا حاسس إن الأمور لأ ممكن ألعب بنفس الدرجة دي عشان أقدر أحاق الهدف اللي أنا عايزه بأقولش إنه ابت بمقصودة إطلاقا أنا بأتكلم بس على فكرة الحماية فكرة الحماية داخل الملعب ولعبت الكرة زكية جدا في الملعب وبتبع عرفة تجاهات الحكم من أول لعبة أو تاني لعبة فحكم المباراة سمح بدأ من بداية المباراة وسمح بدأ في عديد من القراط وللأسف في إحدى القراط استضم مراوانة محسن أو لعب سموحة استضم مراوانة محسن في كرة خطرة جدا الحمد لله يمكن ربنا سلم إنه بس جات حاجة بسيطة يغيف فيها أربع سبيع أو خمس سبيع الحمد لله مش حاجة أكبر من كده لكن مهم جدا لفترة جاي الحكام يراعوا هذه الجزئية في المباراة لأن سلامة اللعبة أهم كتير جدا من مباراة كرة القدم وإنت كحكم عندك أوبشن في التحذير في الإنذار في الكرت الأحمر تقدر تتعامل مع اللاعبين داخل ملعب حفاظا على سلامة اللاعبين لأن المبدأ الأساسي في لعبة كرة القدم والفير بليه اللعب النظيف فاللعب بخشونا ده ممكن يؤثر على لعبين مهمين جدا حتى بالنسبة لمنتخب مصر مش بتكلم على مستوى الأندية بتكلم حتى على مستوى المنتخبات وده بيستدعين أننا يعني الفترة الجاية أتمنى يا رب بإذن الله موضوع تقنيد الفيرج أو تقنيد الفار يعني بتم بشكل سريع عايزين نشوف دايما كده تفاصيل عملية في هذا الأمر فيه شركة تم التعاقد معها اسم الشركة إيه المعدات جات ولا ما جاتش هل تم عمل قرصات تدريبية للحكام الفترة الجاية عشان يبدأوا يشتغلوا على موضوع التدريب على استخدام التقنية ولا لأ عايزين إجراءات عملية سريعة هتلحق تعمل ده في يناير أوكي ما الحية تش يبقى أنت بتجاهز للسنة الجاية على الأقل يبقى أنت السنة دي بتشتغل أوفلاين بس على الأقل يبقى أنت خط خطوات عملية ليه بقول كده؟ لأن البدايات من مبارح خشونا في مباراة الأهل واسموحة مباراة أخرى فيه قرارات تحكمية ممكن تؤثر على مسيرة الدوري في فريق بيفوز بسلاس نقاط أو فريق بيخسر سلاس نقاط أو مباراة ممكن تنتهي بتعادل في ركل الجزافة دي الأخيرة فالبدايات وإحنا لسه في أول أسبوع لازم نرصد ده مبكرا عشان بعد كده نبقى عارفين المباريات ماشية إزاي ونقدر نقول لا محتاجين واحد اثنين تلاتة أربعة تقنية الفيديو هتساعد بشكل كبير في حل كل هذه المشاكل وحل هي كل هذه الموضوعات اشتغل حتى المسلم كله السنة دي على أنه أوفلاين ما عندناش مشكلة كل طالما عارف أن السنة دي الدوري بيتم باستخدام التقنية أوفلاين يبقى السنة الجاية هيكون خلاص الدوري المصر